كُلْيَةُ الفِقْهِ الْحَنَفِي نَاموا أجمعون ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره هكذا وهم نائمون جاءهم قائل يقول لا تجردوا رسول الله واغسلوه في ثيابه فاستيقظوا وقد ألهموا هذا ففعلوا ذلك صاروا يصبون عليه الماء من فوق ثيابه ويدلكون من فوق ثيابه صلى الله عليه وسلم تكريما له قال وَيُوضَعُ عَلَى سَرِيرٍ مُجَمَّرٍ وِتْرًا أما السرير لينصب الماء عليه يوضع على سرير معروف له طاولة طاولة هكذا يوضع عليها يصب عليه الماء ويذهب الماء يخرج لا يستقر وأما التجمير فلدفع الرائحة الكرهة يعني نشعل البخور عند الميت وأما الوتر فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرت الميت فأجمروه وتران وتستر عورته لأنه لا يجوز النظر إليها كالحي يجب ستر عورته طبعا يكون عنده ثلاثة عادة يكون عنده ثلاثة اثنان يقلبانه وواحد يقوم بعملية التنظيف وسكب الماء ولا ينبغي أن يكون عنده يعني عدد كثير الميت يعني تظهر منه أمور لا ينبغي أن يطلع عليها أناس كثيرون وهؤلاء المغسرون يجب أن يكونوا أمناء يستروا ما يحدث الميت الميت يعني ميت مسترخي قد يخرج منه أمور قد يخرج منه كذا فينبغي ماذا أن يكونوا من أهل الوراء والتقوى ولا يحدثوا بكل ما يرونهم الآن القول الأول أن العورة حتى للميت من السر إلى الركبة والقول الثاني أنه يكتفى بستر العورة الغليظة لتسهيل عملية الغسل نعم قال وهو ظاهر الرواية ولبطلان الشهوة يعني لا أحد ينظر إلى الميت ويشتهي خاصة أنه ليس أمرا مفتوحا وإنما عدد قليلهم الذين يغسلونه يعني إذا أمكن أن يغسل مع ستر العورة كاملة فهذا أفضل وأولى وأحسن وإلا فما لا بد منه يعني يكشف للحاجة ويحاول المغسل أن لا ينظر ما استطاع نعم قال لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت قال وقيل يكتفي بستر العورة الغليظة قيل يكتفي بستر العورة الغليظة إذن عندنا قولان وتغسل عورته من تحت السرة بعد أن يلف على يده خرقة لألا يلمسها يعني يغسل عورته الآن يلبس كفوف قفزين من جلد ويغسله حتى لا تمس يده عورة الميت قال ويوضأ للصلاة يوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسل ابنته قال ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها هذا السنة أنه يوضأ نعم بعد أن يعني عمليا إحنا لما مثلا نغسل ميت كيف نفعل أولا ننظفه ننظفه بالليفة يعني مثل الحي بالليفة والصابون هكذا جميع جسده نعم وقبل ذلك طبعا يتم الضغط على بطنه هكذا مع تحريكه مثلا هكذا هو نائم على قفاه يوضع توضع اليد على البطن ثم يرفع هكذا يرفعه اثنان هكذا حتى إذا كان في جوفه شيء يخرج لأنه إذا لم يخرج الآن نعم ربما مع التقليب والحركة بعد أن نضعه على الكفن يخرج منه هذا الشيء فينجس الأكفان فنحاول أن نخرجه نضغط ضغطا خفيفا حتى يخرج ما عنده ثم يتم تنجيته تنجيته لهو يعني زي الاستنجاء ينظف هكذا واليد يكون عليها الخرقة أو القفاز ثم بعد ذلك يتم تنظيفه بالصابون أو الشامبو مع الليفة نظافة كاملة ثم بعد ذلك يوضع نوضعه نغسل اليد اليمنى واليسرى عند المضمنة لا ندخل الماء في جوفه بل ماذا نفعل يضع شيء من الماء هكذا الماء على يبله إصبعه ويدخله في داخل فمه هكذا وكذلك يغسله ثم يدخله في داخل أنفه لينظف إن كان في شيء من الأذى في أنفه ينظفه ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ورأسه كما يفعل في الغسل ورجليه ثم بعد ذلك يفاض الماء على جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسار نعم ثم ينشف وتكون الأكفان قد نشرت بالكيفية التي سنشرحها إن شاء الله المحاضر القادمة ويوضع على الأكفان فهكذا فقال ويوضع للصلاة لأنها سنة الغسل وقال صلى الله عليه وسلم للاتي غسلنا ابنته ابدأنا بميا منها ومواضع الوضوء منها قال إلا المضمضة والاستنشاق لتعذر إخراج الماء لا يمضمض كما يفعل الحي يوضع الماء في جوفه أو في أنفه لأنه يصعب إخراجه أو يعصر إخراجه يستحيل إخراجه لتعذر إخراج الماء ولعدم تصوره من الميت فلا يوضع لا يمضمض ويعني ينشق وإنما يفعل ما قلته هكذا قبل قليل قال ويغلى الماء بالسدر السدر معروف ورق ورق معروف يعني مشهور يغلى مع الماء أو بالحرض اللي هو هذا الأشنان أو النجيل مادة تعمل عمل الصابون يعني المقصود هنا النظافة المقصود هنا النظافة إن وجده لأنه أبلغ في النظافة وهي المقصود ولأن الماء الحار أبلغ في إزالة الدرن طبعا لا يكون حارا جدا ولا باردا جدا بل كما يحتمله الحي الماء بنفس درجة الحرارة التي يحتملها الحي قال ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي يعني هذا برضو نبات يعمل عمل الصابون إحنا الآن لا نعرف هذا النبات عمليا في بلادنا وإنما نستعمل الصابون فإنه يقوم مقامه بل ربما يزيد عليه تنظيفا لهما للرأس واللحية يعني نفرق رأسه ولحيته هكذا بالصابون وننظفه تماما من غير تسريح إن لا يسرح يكره يكره تحريما إنه يسرح شعره يقص مثلا أظفاره كذا هذا فيه يعني إزالة شيء عن الميت لم يؤمر بإزالته إذا حاجة إليه ولا يؤخذ شيء من شعره وظفره ولا يختن لأنها للزينة وهو مستغن عنها هذه الأمور زينة وهو يستغن عن الزينة وفيها نوع يعني من قطع شيء مات عليه فيبقى على ما هو عليه قالت عائشة رضي الله عنها علامة نصون ميتكم أي تستقصون نعم رأت قوما يسرحون رأس ميتهم فقالت علامة نصون ميتكم يعني هذا مكروح عندنا تحريما اللي هو إيش قص أظفار الميت أو قص شعره أو بعض الناس يحلق الميت يموت أبوهم نعم فإذا أرادوا أن يعني يغسلوه يحلقون شعره هذا مكروح تحريما قال ويضجع على شقه الأيسر بعد أن يوضأ ماذا نفعل؟ نضجع على شقه الأيسر لماذا؟ فيغسل حتى يعلم وصول الماء تحته لأننا نبدأ بغسل الجانب الأيمن بعد أن نوضئه كيف السبيل إلى ذلك؟ أن نضجعه على شقه الأيسر فنغسل الشق الأيمن ثم نضجع على الشق الأيمن فنغسل الشق الأيسر قال ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل كذلك يغسل من ما هو الشق الأيسر لأن البداية بالميامن سنة ثم يجلسه ويمسح بطنه لعله بقي في بطنه شيء فيخرجه فتتلوث به الأكفان ورويه يعني هذا الفعل عادة نحن نفعله قبل ماذا؟ قبل الوضوء والأمور هذه لكن لو فعله بعد ذلك وخرج منه شيء لا نقول انتقض وضوءه ولا انتقض غسله لأنه لن يصليه واضح؟ ورويه أن علي رضي الله عنه لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسنده إلى صدره ومسح بطنه فلم يخرج منه شيء فقال طب تحيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير منه ما يرى من الأموات فإذا خرج منه شيء غسله إذا خرج منه شيء من الأذى يغسله إزالة للنجاسة ولا يعيد غسله يعني لا يعاد غسله لأن الغسل عرف بالنص وقد حصل يعني ليس مسألة طهارة وصلاة قال ثم ينشفه بخرقة لألا تبتل أكفانه فيصير مثلة نعم قال ويجعل الحنوط لهو الطيب الذي يوضع على الميت على رأسه وعلى لحيته لأنه طيب الموتى والكافور على مساجده كافور كافور معروف هكذا شيء مثل الملح لكن له رائحة نفاذة قوية يعني نوع من التطيب توضع على مساجده أشيء على مساجده أماكن السجود مواضع السجود على رؤوس القدمين على الركبتين على الكفين على الجبهة والأنف لأن التطيب سنة وتخصيص مواضع السجود تشريفا له نعم والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين من عنده سؤال أيها الكرام قلية الفقه الحنفي